وقعات لبرج العزراء لشهر يناير 2020 يعني نهار دا هنالك من أول يوم 17 17 لأنهار دا 18 والأول يوم 18 12 2020 لحد 31 يناير 2021 كالعيدة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتبعوني على الساعة الميديا على الانستجرام وعلى الفيزويك يعني عايزة كل العزراء اللي عندي بما أننا يعني أنا برج العزراء وقناة برج العزراء من الأبراج القوية فيها عايزة كل العزراء اللي عندي يدخلوا عندي على الانستجرام وتكتبولي تحت تم وتعملواي سكرينشاب كمان لو ينفع تحطوا لي صورة من انتو قريدي عملتولي فالة على الانستجرام طيب هنتكلم وكمان على الفيزويك يا جماعة طيب هنتكلم عن نصائح مهمة جدا والتحذيرات مهمة جدا لبرج العزراء أول تحذير حب أقوله البرج العزراء الشهر دا هو إياك والكسل برج العزراء عندك فرص كتير جدا جدا بس انت ممكن تضيعها بسبب الكسل أو بسبب يعني انت طيب تأجل تأجل أو تتكاسل فبليز يا برج العزراء إياك والتكاسل انت هتكون محظوظ جدا جدا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في شهر يناير وأواخر ديسمبر فدو يور بست انا ممكن اعملكوا فيديو كلهما عاود اقول لكم دو يور بست اعملوا كل حاجة تقدروا عليها عشان تقدروا توصلوا لللي انتو عايزينه بليز عشان خطري يعني هي فرصتك ان انت تكبر فرصتك ان انت تحقق أحلامك فرصتك ان انت تعمل كل حاجة ان تستكفيها طيب ممكن يكون حصل موقف انت تصرعت فيه برج العزراء فنصيحة مهمة لبرج العزراء إياكو والتصرع بلاش تتصرعه في اي حاجة لان التصرع ممكن يعمل لك مشاكل في حياتك واسبيشالي حياتك الاجتماعية وحياتك العاطفية ممكن تصلك مشكلة كبيرة جدا الفترة الجاية بسبب التصرع التصرع يعني التهور ان انت فجأة تدخل على طول تاخد قرار من غير ما تاخد بالك فعشان كده برج العزراء تأنو 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 صبوره انت برج صبور بس الفترة دي حسك عندك يعني هيبر اكتف وعايز تعمل حاجات كتيرة جدا وده ممكن يسبب لك مشاكل كتير فخلوا بالكم من مشكلة تصرع طيب احذر من الابراج النارية علاقتك مع الابراج النارية الفترة الجاية فيها مشاكل يعني اسد واسبيشالي اسد وقوس وحمد هيبقى عندك مشاكل مع الابراج النارية جدا وفيه كلام كتير وفيه زعل وفيه خصام فيه ممكن كلام جارح يعني ممكن حد من الابراج النارية يقول لك كلام يضيقك يجرحك يوجعك بس انا شايف ان ممكن يكون برج العزراء يعني انت ممكن تزعل حد من برج ناري فهو يرد عليك رد قوي جدا يتعبك فخلي بالك كواس اول من علاقتك مع الابراج النارية ممكن برضو تبقى فيه مشكلة ما بينك وبين حد من برج مائي محاد من برج نائق برجين سرطان ونحوط عقرب علاقتك بيه جيدك جدا سرطان ونحوط فيه شدة ما بينك فيه اعتاب فيه كلام مش لطيف او انت مثلا حد من برج مائي انت مش طايقه هو مش طايقك بتتكلمه على بعض يعني فيه كلام كتير ممكن يحصل مع الابراج المائية ماشي طيب علاقتك مع الابراج الترابية كويسة جدا special tour وعزراء زيك علاقتك مع الابراج الهوائية كويسة برضو علاقتك مع العقرب كويسة بس ممكن يبقى فيه زعر بس صلح بعد كده طيب برج العزراء حاجة تانية فيه ناس ممكن تستغل تلقائيتك انتبه من انت بتقول ايه بتلقائية لان هناك اشخاص هيستغلوا تلقائيتك وكلامك السلس انهم يعملوا مشاكل ما بينك ومن حد ذو سلطة في حد ذو سلطة هيتم الوقيعة ما بينك وما بينه بسبب كلامك التلقائية والمسترسل احضروا من النقطة دي شايفة عندك فرصة للنجاح والشهرة في فترة الجاية هتشتهر يا برج العزراء صبعا في عملك في مكانك اي حتة بتشتغلها هيبقى عندك شهرة قوية جدا الجماعة الصوت واضح ولا لا ممكن تقولولي الصوت واضح ولا لا طيب شايفةكو بتهتموا بنفسكو جدا يا برج العزراء هتكونوا جذبين جدا جدا والناس هتلف حواليكو والناس هتبقى ومنية حياتها ان هم يتقربوا اليكو ويتعرفوا عليكو يقربوا منكو عندكو كمان يا برج العزراء تحقيق امنية في امنية انت بتتمناها هتتحقق ان شاء الله بإذن الله في شهر يناير او اواخر ديسمبر هتقابل حد زو سلطة يعني عندك حلو شأن عندك نجاحات عندك انتصارات عندك تقدم يعني انا شايفة ان هو شهر تحقيق الاحلام على فكرة جالك فلوس حلوة جدا 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 يعني عايزة اقولك هتقتنوا يا برج العزراء جالكو فلوس حلوة جدا بونس انسنتف فلوس انت مكنتش متوقعة وخاصة في نهاية ديسمبر او بداية يناير يعني جالكو فلوس في الشهرين دولت على فكرة يعني فلوس حلوة هتسدد بيها ديون او هتدفع بيها حاجة يعني يكون دين عليك انت هتسدده عن خلال فعايزاكوا تكونوا متفقلين وايجابيين جدا يا برج العزراء اهتموا بالضعب بجسمكو يعني انا شايفة ان انتوا هتهتموا بجسمكو هتبقوا جسمكو حلوة جدا شايفة عندكو فرصة للتقدم فيه تقدم كتير جدا تعالوا كلام عن برج العزراء والحب اعتقد ان العزراء كان شهر ديسمبر او شهر نوبمبر عندك شهر الانفصالات يعني انفصلت يا برج العزراء فبرج العزراء اعتقد ان فيه شخص من الماضي هيرجع يكلمك الشخص ده ممكن يكون كان فيه زعل ما بينكو كان فيه خصام كان فيه حاجة تضيقاكم من بعض فانا شايفة ان فيه يعني فيه كلام ان انتوا هتتكلمهم مع بعض انت وشخص من الماضي هيحصل كلام او مواجهة والشخص ده هو اللي هيجي يكلمك لانه هو يعني زعلان او يعلشينك او زعلان هو خسرك وبيرقبك فيه صمت هناك من يرقبك في الصمت الا ان برج العزراء عنده حبيبين يعني الفترة دي هبقى عندك شخصين في حياتك شخص جديد بيسته بيتعرف عليك وبيختبرك وبيحاول يقرب منك الشخص ده هيكون شخص ترابي او شخص من برج هوائي يعني ما ترابي هوائي يعني شايفة ميزان اوي 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 شايفة جوزاء شايفة ممكن يكون طور ممكن يكون جدي مش شايفة او عقرب دولة الابراج اللي هتحاول تقرب منك الفترة الجاية يعني داخل في حياتك وخاصة العزاب اعتقد داخلك حد جديد وهيبقى شهر حبها تتعرف علي حد هيبقى حد اتراكتف جدا يا برج واثق في نفسه جدا يمكن اكتر صفة هتاخد بالك منها ان هو شخص واثق في نفسه طيب عندكم بقى في شخص تاني من الماضي هيرجع يتكلم معاكم في شخص رجوع شخص من الماضي ممكن يكون كان فيه زعب كان فيه خصام كان فيه بلاكس بس الشخص ده كان عميجع ندمان واضح ان كان فيه عندها بينكم والشخص ده عنيت جدا جدا طيب قلولي يا برج العزراء اذا في كم فيه شخص داخل جديد حياتكم الفترة دي ممكن انت قريدي تعرفه وفيه بتحاولوا تقوم بعض قلولي برجه ايه والناس اللي بتتصنط على برج العزراء او بتتجسس على برج العزراء قلولي برجه ايه طيب تعلم نتكلم عن الشخص القديم ايه صفات الشخص القديم اه هو شخص شخصته قوية عنده سلطة اه زكي جدا جدا سلاح شخص عنده اه اه ايا يا ما هو شاحن هنا اونا عمال ادور عليه تبس ان نحطه الشمس قلولي معمي شخص الجديد داخل حياتكم اللي انا متأكد ان في حال دي جديد داخل حياتكم شخص الجديد دورت ايه مش عارفة الصوت كده واضح طيب فالشخص القديم ده هيرجع لك ندمان لسه هو كان فيه عندما بينكو هم كان شرال يتكلم عنك عشان هو كان شاكك ان فيه شخص جديد في حياتك او شاكك ان انت نسيته او شاكك ان انت بدأت تحبيتي حد تاني غيره فالموضوع كان يزعله جدا شخص ده كان زعلان منك جدا جدا يا برج يعني هو زعلان وانت زعلان وعلى فكرة انا كنت شايفاك حزين او شايفاك ملان زهقان يعني الصوت حلو ولا الصوت وحش جاي لو شخص شخص جديد يعني لو انت عايزب هيجيلك شخص جديد في حياتك الشخص ده هيبقى مختلف يعني هم مختلف عنك فيه مثلا ممكن يكون بعيد عنك ممكن يكون مش قريب منك طيب الشخص القديم اللي هيجيلك هو هنتمي الى الابراج التالية الشخص القديم هيبقى برج حمل برج اسد برج قوس يعني ابراج نارية برج عقرب برج حوت دلو جدي طور بيه الابراج اللي راجع لبرج العذراء طيب انت ايه ريأكشن تاعك يا برج العذراء انا شايفاك هترفض الشخص القديم انه واضح ان فيه جرح قوي ما بينك وما بين بعض في الماضي فانت مجروح او انت متدايق فانا حاسة ان انت هتبقى مبسوط ان انت حاسس ان كرامتك رجعت لك وان انت كبريائك رجعلك بس في نفس الوقت انا شايفا ان انت مش هتقبل ذلك الحب يا برج العذراء اوكي طيب بس انا شايفا العذراء مركز اكتر في شغله يعني انا شايفا الفترة دي انت مش مركز في الحب قد ما انت عايز تنجح ولازم تنجح يا برج العذراء انت جايلك نجاحات قوية جدا جدا وتقدم في حياتك العملية وحياتك المالية ركز في شغلك ركز في نجاحاتك انت شخص طموح جدا شخص عملي وانا عايز لك يعني ارمي حمولك على ربنا هيجيلك الحب بس انا شايفا العذراء متعطش للحب انت عايز تحس ان انت وانت كده وانا فيه شخص مهتم بيك وشخص صح كويك بس يعني ذلك الشخص بطيء يعني الشخص الجيد ده يبقى بطيء مش سهل يعترف لك بحبه ومش سهل يقرب منك فهو ياخد خطوات بطيئة بس انا شايفاك يا برج العذراء مبسوط شايفاك بتحاول تتغير يعني انت عايز تتغير عايز تبقى افضل عايز تبقى احسن عايز تتقدم عايز تكبر فدي طموحاتك يا برج العذراء اشكركم زي ما قلت اخر مسيحة اذا اقوله برج العذراء ما تتصرعش في الاختيارات خليك بطيء شوية او خليك تقيل في اختياراتك لان انت جاي لك شخص هو بيحبك اصلا هو جاي ديف وغرامك يا برج العذراء والشخص بقديم كمان راجع ندمان عليك فانت شخص فونتد يعني هيبقى عندك ناس كتير جدا يعني عايزينك يا برج العذراء هتبقى اتراكتف هتبقى جذاب جدا جدا اه طيب او في واحد يعني شخص كده قليل اذا بقوي اه بيقول لي اه بص يا جماعة انشان بس ايه الموضوع انا بستفز بسرعة جدا يعني انا عصبية يعني انا بحبش طريقات السلبية ولا بحب الكلام المش كويس وانا يعني مش فهمه اني حد يتفرج عليه يتضيقني طب يعني انت يعني صاري يعني هو راجل يعني بس انت بتتفرج علي عشان تضيق نفسك ما تضيقنيش بتفرجش علي يعني بسيطة جدا ليه حد يستفز نفسه بتفضل عشر دقائق فيديو خداشر دقيقة بتفرج علي عشان 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 تقولي كلام يضيقني لأ يعني انت كده انسان مريض نفسي ومحتاج تتعاهلك بجد ربنا يهدي طيب سؤالي بقى هل انتوا عندكوا حد تجيء داخل حياتكو يا عذراء ولولي برج ايه الناس اللي بتتصنط على برج العزراء قلولي برج ايه وهل في شخص قديم بيحاول يرجع لك وبيحاول يتواصل معاك يا برج العزراء ولا لأ وهو برج ايه هل هو برج ناري أم لأ والشخص الجديد هل هو برج ترابي ولا لأ لأنه بنسبة 90% والشخص الجديد لداخل حياتك يا اما هيكون برج ناري يا برج ترابي والشخص القديم هو برج ناري تانكيو بحبوكو اوي اوي عايزة كل الناس تدخل عندي على السرش الميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك تانكيو وبج هورت يا جماعة وتورغوا على اللايف النهاردة عندنا 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 لايف كتير جدا تانكيو بحبوكو اوي اوي باي